سعدكوا ازا كهشبابмен ان شاء الله النهاردة في الفيديو هنتحدث عن البي كسلز ايه هو البي كسلز وازاي الصور اح بنا نشوفها بالالوان ماه ايه الفرق ما بين الصورة نلونه و اللوانه الصور الابيض والسود من غير الالوان و الكلام ده كله,, فخليكم معاين تمام فـ ان شاء الله النهاردة احنا عايزين نعرف اول حاجه هو ايه البي كسلز البي كسلز احو عبارة عن اللون او الشدة الي انت بي شوفها في الصور يعني لو احنا افترض ان الصورة ديت عبارة عن مثلا شبكة او عبارة عن مجموعة من الخطوط الافقية وخطوط الرأسية فكل مكعب في الصورة ديت او في الشبكة ديت هو عبارة عن بيكسلز فمش فاهمة بردك انا عملت برنامج يوضح الموضوع دي اكتر تمام فدي شكل الصورة اللي عندنا تمام فلو احنا 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 شفنا هنا هتلاقي دي شكل البيكسلز تمام تخيل بقى ان الصورة بتكبر معاك كل ما تقرب اكتر كل ما بتشوف البيكسلز اكتر تمام فتخيل كده فهتلاقي ان المكعب الاحمر دي هو عبارة عن البيكسل بتاعك تمام انما بقى لو انت كده عايز تشوفها بشكلها الحقيقي فعلا ادى شكل البيكسل بشكل حقيقي لما يكون حجم البيكسل بيسوي واحد وهكده مكعب واحد في واحد اللي هو الحجم البيكسل الاصل شايف متخيق هو كده الشكل ايه تحس ان الصورة كلها تغطب باللون الاخدر تمام فهو عشان كل خط هو عبارة عن الخطوط الرأسية كلها مالة الصورة تمام وهو دي شكل البيكسلز الحقيقي لو انت جب بصد دقائتي كده في الحتة دي هتلاقي في نقطة صغيرة خالص كده هي دي اللون اللي احمر اللي احنا عملنا تمام فهو دي البيكسلز اللي احنا لوناه باللون اللي احمر فده لما نيجي نكبر 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 هتلاقي تكبر معاك و تعرف ازاي شكل وتلك بتاع انها متكبرة 35 مرة دي شكل كأن شكل البيكسل جبت الصورة وتكبرتها 35 مرة فشدت اربيكسل بالشكل ده تمام انما لو شكل البيكسل يبقى الحقيقي ايه؟ او الشكل دي بس كنت طيب تمام تعايزين ثاني حاجة نعرف ازاي الصورة تظهر بالالوان وايه الفرنة يا ب telefoon الصورة بالابيض و ثود اول خط aproت بصورة 따�byad و ثود السورة دي بقيم حلا اي كمه من المدى دي من 0 إلى 255 فلو من 0 هتبقى الصورة الصودة خالص مفيش اي لون فيها لو 255 هتبقى بيضة خالص تمام لو الاركام مما بينها هتختلف فى الدرجة يعني مثلا اركام القريبة من 0 هتبقى اكتر سوادا يعني لونها اغمى اكتر تمام والاركام القريبة من 255 هتبقى افتح اكتر تمام فدي الصور بالنسبة للصور اللي هي البيض والسوية تمام طب بالنسبة الالوان اللي هي الالوان بيتختلف والصور اللي بيض و سودー حسب ما نعرف بردك ان شاء الله قدام بتتكون من شنل واحدة او من طبقة واحدة تمام إنما twent identify الالوان بيتختلف ماذا بالنسبة للألوان بتتكون من ثلاث طبقات واللون لاحمر واللون الغدر واللون اليون الزرع تمام حتى الناس اللي شغلة فيiceoo the Ну sims هيتعرف deviceاع الر exist connects بتتعرض على الشاشات او التليفونات او اي حاجة الالكترونية بتبتكون من RGB وساعات ببقى في حاجة كمان ألفا اللي هي مادة الشفافية بتاعت اللون تمام فهو RGB ديت هو عبارة مجموعة من الطبقات طبقة اللون الأحمر وطبقة اللون لازرع وطبقة اللون لقدر وبعد كي يتجمعون فوق بعد كده في بالنك الصور تعالنا بس نشوف الصورة ديت كده توضح لنا ديت حس اذا الصورة الاصلية هي تمام بتحس بتلاقي هنا طبقة باللون لقدر هيت وطبقة باللون الزرع وطبقة باللون الأحمر لما تجي تجمعهم فوق بعد بتحس ان الصورة عندك تكونت وبقدت لك الالوان دي طيب تعالنا نوضحها اكتر يعني هنا برنامج هوات تمام لو احنا جانب الصينة مثلا اداء هوات اللون الأحمر مثلا خليه 100 ولون الأقدر خليه 90 مثلا ولون الأحمر خليه 80 تمام فكده دي شكل اللون بتعني لو احنا جبنا طبقة كلها حمق أحمر درجة اللون الأحمر فيها 100 ودرجة اللون الأقدر فيها 91 ودرجة اللون الأزرع فيها 81 تمام ولو جمعتهم على بعد هيتطلع لك شكل الصورة باللون دي يعني هتلاقي الطبقة اللي عندك اللون هاللون دي تمام كده تمام طب بعد كده احنا لو عايزين نوضح اكتر للتشانلز ديت فتعال مثلا نشوف هنا خليك فاكر الأرقام ديت اللاخدر اللا أحمر ب100 واللاخدر ب91 واللازرع ب81 خليك فاكرهم ماشي فلو احنا جنا بصنا ع الصورة اهي لو جنا بصنا هتلاقي اول حاجة 81 و 91 و 100 ايه لا تنزل خليك معاى لو انت جب بصيت هتلاقي ان هو قال اول حاجة ال 81 طب ال 81 دي كان مين؟ كان اللا زرق والبعد كده اللاخدر وبعد كده كان احمر فكده كأنه بيعكس الحاجة ايوه هو دي الحقيق ان في ال OpenCV طريقة تركيب الالوان مش بالRGB لا بالPGR هو عكسه تمام هو طبعا يعني لها اسباب كتيرة وكده يعني بس يعني على حسن مؤردته كده انه هو قالك ان السبب انه هم عملوا الكلام دي كان بسبب يعني ايه تاريخي وكلام ده انه هو ساعة ما كانوا بي ساعة ما انشاؤهم مكتبة وكانوا بيطوروا فيها كان الصغة الPGR دي كانت هي المشهورة والاكسر استخدامة من وقته تمام وبعد كده بنوا عليها بقى فما عارفوش يغيرهم والكلام ده كله وهياخد وقت كتير ان هما يغيروها والكلام ده كله تمام فالمهم ان انت اهم حاجة فاهم حاجة انت هتاخد بالك منه ان في OpenCV ان بنتعمل مع الصور بالPGR مش الRGB عشان ده هيفيدك كتير جدا وهيوفر عليك لغبطه كتير وشغل كتير تمام فلو احنا مثلا عايزين نشوف اللون اللون لا زرق كان كام هو احنا انا دي اللي انا باستخدامه هو تمام فدي الصورة كلها انا طبعتها ادت لديت تمام ادت لحاجة دي تمام وبعد كاللون لا زرق اهو تلات نقط دولة معناها بخد كل حاجة معادة اخر اندكس معاشي فهو اخر اندكس انا قلت له صفر ودي نفس الكلام واحد ودي اثنين عشان احنا قلنا لما جينا قلنا للصور لو انت شفت مسلا فيديو بتاع المرة فاتت وانصحك انت تشوفو برضك عشان نوضح لك اكتر احنا قلنا الصورة بتتكون من ثلاث حاجة اللي هو X في Y اللي هو Height في ويتس في 3 تلات المين دي عبارة عن اللي هو اللي هو اللي يعني ايه اللي يعني طبقة لون الاحمر وطبقة لون لقدر وطبقة لون لازرق تمام؟ بس OpenCV زي ما قلتان اهم حاجة ان هي عندها بتقلب الطبقات يعني اول طبقة باللون لازرق وبعد كده اللحمر فكده انك شايف ان الطبقة ان العمود الاولين دي طبقة اللون لازرق والعمود اللي جنب دي طبقة اللون لازرق والعمود الاخير دي طبقة اللون لازرق جمعهم على بعد وديك لون البيكسل بتاعه تمام فحتى لو احنا جينا مسلا نشوفنا اللون اخو هتلاقي طبقة اللون لازرق بنفس القيم با 1 و 80 وطبقة اللون لغدر با 1 و 90 وطبقة اللون لحمر بمية تمام؟ طبق لو انت جيت فكرتي معاي بردك وكده كده انت ممكن تقولي طب ما اهتم كده يعني فاي بيكسل كده مفم on it means 3 قيم مصبوق فبالتالما تجيب كيم اي بيكسل في الصورة مفرود يكون كون من 12 قيم اول حاجة كنت الطبقة بتاعة اللون اللازرق وبعد كده كنت الطبقة بتاعة اللون لغدر وبعد كده كنت الطبقة بتاعة اللون لحمر فالتالت طبقة الدولة هم البيكسل عندك بتاعتنا. تمام فهنا لما تجي ببص على البقسל عند اول بقسل فوق خالص على الشمال تمام هتلاقي اللون بتاعهم متين تهيت وسبعون في متين وتلاتين ومتين واحد وعشرين اللي هو اللون لا خدر من اللون لا زرق ممتين تهيت وسبعين وبعد اللي كانup beat 게 Eight And mad page وثلىاتيةוהset ahí ولي كان اخترا metiawe three and done Mexican Legal ful adelante回 mu con dah一 bes le incom increase en filmazos طيب لو انا جيت مسلا حركتها شوية هنا بقى هتلاقي ما تلاقي البيجسل هنا اتلاقون باللون لاحمر هنا هو هنا هو تعال ان كبر اكتر. تمام? فهنا هتلاقي انه اللون الاحمر هنا اهو ظهر هنا بقى صفر ومتين وصفر وصفر ومتين خمسة ومتين خمسة عشرين. فهو يعني ما تيجي اللون اللحمر لو انا عايز اخلي الصورة حامرة على الاخر بيبقى اخلي طبقة اللغدر صفر وتخلي طبقة اللازرق صفر وخلي طبقة اللحمر اعلى قيمة اللي هي متين خمسة وخمسين. هو اساسا الوان في الالوان احنا ما تيجي تعمل الصورة والكلام ده كله فلازم تتخليها حاجة اسمها انسايند انتجر. انسايند انتجر دي معناها قيمة بتتروح من صفر متين خمسة وخمسية. ماشي? فهو اه لو انت عايز تخلي اللون الاحمر اعلى قيمة اللون الاحمر يعني اقصى شدة اللون الاحمر هي بقى متين خمسة وخمسين. وهكزا وتوقيت تقليلها بقى. تمام? فهو يعني ايه هي عبارة عن حاجات لها علاقة بالضوء وتدخل الالوان والكلام ده كله. وده طبعا ملهوش علاقة بالطباعه والكلام ده كله. فاحنا ملناش ده ولا بالحاجات الالكترونيه. تمام? فهو عبارة بتجمع لون لاحمر ولون اغبر ولون لازرق ويديك اللون جديد لو جمعتهم التالت على بعد يديك اللون البيض. تمام? بس كنت. طبعا انا اقدر اوصل البيكسل ازاي? اقدر اوصل البيكسل هتعالي. زي ما قلت لك اتخيل البيكسل عبارة اتخيل الصورة عندك عبارة عن شبكة. تمام? اتخيلها عن شبكة. تمام? واول بيكسل هيبقى عندك عن طقمة كم? صفر وصفر. صفر على محور اكس اللي هو المحور الافقي. وصفر على محور واي اللي هو المحور الرأسي. تمام? طب لو انا مسلا عاوز اوصل هنا هيبقى هتمشي بقى هتقول اول حاجة مثلا مسلا تلاتة مسلا اهو ادى البيكسل هنا هو ومثلا تلاتة اهو هديك هنا هو. هديك البيكسل اللي انواقف عنده هنا بالبتاع بالبلاز دي. تمام فهتلاقي البيكسل دي. وهو هكذا يعني. طيب احنا طبعا اتكلمنا قبل كده وقلنا مين قلنا الامج عندنا عبارة عن مين عن number array فنباي اري انا ممكن انا نجيب لها اي كيمة او حدد اي جزء منها معنطرية الاندكس تمام ان انا حدد جزء من اي من الاري بتاعتي وغيره واحط اي كيم عندي براح تخال تمام فتعال مسلا نغير ونخلي مسلا اول مست اول جزء هنا كده تعال اول حاجة هنلغلية مش هنزر الصورة بالبيكسلز تمام وتاني حاجة نعملها ايه هنقول مسلا ايمج تمام يبقى مين اول حاجة احنا عايزين المحور ايه احنا هنعمل مكعب مثلا اربع في اربع ماشي هنعمل مكعب خلاها ستتاشر في ستاشر عشان تبقى بينا من اول مرة مكعب ستاشر في ستاشر فبقى اول حاجة من هنا لستاشر يعني ايه دي معناه ايه معناه خود من اول سفر لحد ستاشر. ماشي خلينا نوضحها اكتر من سفر لستاشر دي بالنسبة لمين? دي بالنسبة لمحور اكس. تمام? طب وبعد كده من سفر لستاشر دي بالنسبة لمين? دي بالنسبة لمحور واي. تمام? بس كده فكده من سفر لستاشر ومن سفر لستاشر. كده معناه ايه? كده من سفر لستاشر محور اكس ومن سفر لستاشر محور واي فهيعملنا المكعب اللي عند ديه. طبعا كل دي عباره عقيمة للبيكسل. وقلنا كل الكيمة عباره عن كم عباره عن than tlc قيم جماعة مع بعض فهو عباره عن than tlc قيم. تمام؟ واول الحاجة كمت اللون كمت زرق وبعدد قمت اللون extras مش ظها مثلا زرقها 0 سفر سفر تمام فكده خلينا المستطيع عبارة عن كم كده لو احنا جدنا عملنا الصورة هتلاقي مكعب مكعب طوله ستاشر في ستاشر باللون لازمة خلينا نعرض الصورة كده معلشي نعرض الصورة تمام ايوان شوف هنا هو دي بقى المستطيع اللي هو اللي انا قلت لك عليه اللي هو عبارة عن ستاشر في ستاشر تمام تمام فهنا اول حاجة ستاشر في الافقي وستاشر في الرأسي وخلينا كلها باللون لازم احنا ممكن بقى نكبرها مثلا بلازة ستاشر في ستاشر ممكن نجيبها مثلا في نص الصورة او مثلا في اي حتة ما عندنا احنا عايزينها مثلا ممكن نخليها مثلا من تلتمية ماشي لمثلا تلتمية وخمسين وهنا مثلا من تلتمية برضه خلينا عرض الصورة كده هيا او لشكل the-a المستطيل اللي عندنا. فانت بتقدر تعمل اي حاجة ممكن تقدر بترسم اي شيء ممكن تقدر ترسم خط ممكن تقدر ترسم مستطيل ممكن تقدر ترسم مسلس اي حاج انت عايزه او حتى بتكلام ده كل. تمام بس طبعا الطريقة تتبقى متعبة شوية يعني مش هتبقى دقيقة والكلام ده كله هتحول ان انت تقعد تغير في القيام كل شوية في اه اساسا فيه بقى ايه فيه عبارة عن ميسوتزم يعني اوبن سي فيه عاملها مخصوص عشان انت ارسم الاشكال يعني ازاي ترسم مكعب وزاي ترسم المستطيل وزاي ترسم خط وزاي ترسم دايرة وكلام ده كله وده ان شاء الله انا هعرفه في الفترة في الفيديو الجاية ان شاء الله بس فهو دي يعني ايه باختصار كده انا حبيت ان اوضح لك يعني ازاي بتشوف الصورة وازاي الصورة بتتكون من ثلاث طبقات الاحمر والازرق والاغدر وازاي واهم حاجة ان سي بي تو بتتكون من طبقة اول حاجة اللون لازرق وبعدك اللون لاغدر وبعدك اللون لأحمر وكل طبقات ديت وازاي ان انت توصل لقيمة البيكسل اللي عندك وازاي تغير قيمة البيكسل اللي عندك بس فيا ربي كل الفيديو عجبكم ويا ريت لو لسه ما اشاركش معنا في القناة لا تنزل تحت وتعمل اشترك وتفعلك القرص ولا عقبك الفيديو ريت اعمل لك وشار ما اصحبك ويا الله سمع عليكم